الوعي الذاتي ده عنوان الفيديو بتاعنا المهاردة ان شاء الله والعنوان ده مهم جدا 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 لأي شخص على فكرة مش لشخص صنع القطب بس ولكن لصنع القطب لأهمية خاصة كان واحد بيقول لي أنا مش فاهم نفسي ولا فاهم غيري ولا عارف أتعامل معي ولا عارف أتعامل مع غيري فكرني باللورنية اللي بتقول أنا مش فاهمني أنا توهتي مني أنا مش أنا فعلا هو ده يعني عارف عارفين يا خلنا الموضوع حتت أنا مش فاهمني أنا توهتي مني أنا مش أنا فعلا تعبر عن حال الناس اللي بيشتقوا من المودس أوردرس أو للطربات المزاجية ولا أشهرها طبعا ثلاث القطب فعشان نوصل لأن احنا نفهم أنفسنا الأول لازم نعرف الحقيقة اسمها سيلف أورنيس أو الوعي الذاتي وده الشرط التالت من شرط توقيف الدور وانا اتكلمت في المستقرط الأدوية النفسية وشرط توقيف الدور النفسي فيديو كامل تفصيلي الحمد لله الحمد لله الفيديو ده معد نصف مليون مشاهدة على الفيسبوك على اليوتيوب هو سبب قناة اليوتيوب تعتمد اعتماد رسمي بفضل مول عز وجل الفيديو ده تقريبا معد لغد الوقت 1500 تعليق على اليوتيوب فانصح اي حد ان هو ما شافش الفيديو ده يشوفه لو شفت يشوفه تاني كل شهر تشوفه فعلا من الفيديوهات اللي انا شخصيا بكون مبسوط وانا بشوفها بشوف نفسي وانا بتكلم فاتكلمت في الفيديو بمساك لأدوية نفسية وكمان شهر ترك الدواءة ثلاثة شهر ترك الدواءة ثلاثة اللي هم ان يكون تحت اشراف طبيب نفسي متخصص طبيب نفسي ما يكونش طبيب مخه وعصابه اخوانا وما فيش حيات اسمها طبيب مخه وعصابه نفسية وإدمان لا ده اسمه سايكاتريست طبيب نفسي وده اسمه نيورليجيست سايكاتريست هو الشخص اللي بيشخص ويكتب الأدوية بتاعة المود ديس أوردرس وبتاعة الانجزائتي ديس أوردرس والمود ديس أوردرس أشهرهم الثناء القطب وأشهرهم الاكتئاب وكمان الشخصية الحدية والشخصية الفصامية والفصام الوجداني والاكتئاب المصحوب بأفكار سودرية وميولة انتحارية دي المود ديس أوردرس الانجزائتي ديس أوردرس أشهرهم الوسواس القهري والناس اللي عندهم نوبات الهلع والناس اللي عندهم رهاب اجتماعي والناس اللي عندهم رهاب الساحة الحالات دي كلها اللي يكتبها يكتب أدويتها ويشخص الحالة Psychiatrist مش Neurologist Neurologist ده يروح يشخص الناس اللي عندهم Epilepsy هم اللي عندهم صراعي اللي شخصهم Neurologist الناس اللي عندهم وبرضه مشاكل في الأعصاب اللي شخصهم Neurologist الناس اللي عندهم باركنسونيزم اللي شخصهم ويكتب أدويتهم Neurologist فده كل مهنة لها خلاص فتكونوا حرسين ان انتوا اللي يتابعوا معي يكون Psychiatrist لو كان كاتب طبيب نفسي ومخه وعصابه وإدمانه نارس يكتب بطنه وأنفه وإذن حنجرة سؤال ببساطة حضرتك Psychiatrist ولا Neurologist ما قال له ده اللي بالانجليزية خلاص فمهم جدا يكون طبيب نفسي متخصص متابع للحالة مهم جدا يكون بالتدرج الشهري وليس التدرج اليومي مهم جدا أن الشخص يكون وصل لمرحلة Self Awareness أو الوعي الذاتي طب يا دكتور لو أنا ما وصلتش لمرحلة Self Awareness يكون فيه رقابة داخل البيت وخارج البيت لأن احنا أوقات بنفقد البصيرة بتاعتنا في القرارات والفلوس والحيات المهمة اللي ممكن دخلنا في انتقاسها مرة تنية فالنهار ده إن شاء الله Self Awareness أو الوعي الذاتي أنا نتكلم فيه بالتفصيل تعريفه ببساطة إزاي أن أنا أعمل الوعي الذاتي مع نفسي يوميا الترج اللي أنت دكتور شخصيا بتستخدمها وبتحاول أن أنت تتنمي نفسك فيها فده إن شاء الله الفيديو بتاعنا يلا بينا نبدأ يلا بينا بسم الله والصلاة والصلاة والسلام عن أدخال قلاسي أنا أحمد وعلى آله وصحبه من الله أهلا وسهلا بكم أنا طهر شاعر هناك قناة للثاوي القناة مهتمة بكل ما يخص الصحة تحت منصة الغذاء والدواء الدواء ده بهنتي أنا فارماسيست تمام أنا دكتور سيداني والغذاء فضولي درست كل ما يتعلق بالنيتريشن وعشان كده هتلاقوا بتكلم دايما في الإكسبرينس بتاعتي وكمان الباشن بتاعي وبالإضافة للسوفرينج أو المعاناة بتاعتي أنا عانيت من الطرابات المزاجية والأدوية النفسية والكلام ده كله في الأول تشخصت حالة اسمها فصام وجديني بعدها تشخصت طراب وجديني صنعي قط خلت مسحة نفسية وقتين خدت أدوية نفسية خمس سنين ووصلت المرحلة أن فعلا الدول النفسي مجاي بنتيجة الحرد مجاي بنتيجة فاستخدمت جلسات الكهرباء اللي هي الالكتر كونفولسف ثيروبي 12 جلسة دي كده باختصار طبية دكتور السيلف أورنس السيلف أورنس هو مراقبة نفسك وتصرفاتك وعوطفك وانفعلاتك وقراراتك ونومك وفلوسك وإحلامك ومحاطك خلاص هو ده الوعي الذاتي إزاي دكتور أوصل للوعي الذاتي ده ببساطة ببساطة حية بسيطة جدا عشان ما تنوش معنا لو أنت طلعت بالحية دي من الفيديو ده اكفل الفيديو وتوقع الله عايز تكمل معنا تكمل معنا كل يوم تجيب واجه وقلم بالليل عملتي النهاردة تصرفت كذا تصرفت كذا واحد جال لي كذا عملت معاه كذا واحد خلاص كتبت اللي أنت عملته نام خلاص نامت ثاني يوم بص في اللي أنت كتبته ده آه كان المفروض ما أقولش كده هنا كان المفروض ما صرفش الفلوس دي هنا كان المفروض ما تعملش مع ده هنا ده أنا رديت بكذا بس أود الأفضل كذا خلاص ور وجلم وتكتب ملاحظات عن نفسك ده بيعمل تغيرات في المادة بيسموها الجريماتر أو المادة الرمضية الموجودة داخل الدماء وده بيفيد جدا جدا حتة التعلم أن أنت تكون طبيب لنفسك أن أنت تكون قائد لنفسك أن أنت تكون معلم لذاتك وبيفيد في موضوع الذاكرة وبيفيد في حتة السيلف أورنس أو الوعي الذاتي وبيفيد أن أنت كل يوم بتكون أحسن من اليوم اللي جابله وكل يوم بتشوف أنت شخصيتك إيه فيها دفوهات وتحسنها الموضوع ده يا خلالنا على فكرة ينفع مع كل الناس وحتى إحنا في الشريعة الإسلامية عندنا حتة عليكم رجل من أهل الجنة فالمهم إيه فدخل رجل عادي فأحد الصحابة رح جلبت معاك طب تعالى ضيفني فالجي عادي يعني اللي بيقوم يصدق يوم الليل ولا يعني فسأله إيه هو قاله أنا أبيت وليس في قلبي شيعة فهي هي نفس الفكر أنه إيه يعني كل الحياة اللي تعملت معا واليمين والشمال طول اليوم اللي تعملت لا عادي خلاص هو تغافل عنها وتجاهلها دي برضو ليها علاقة بحطة الوعي الزاتي أنا عارف إن الحياة دي لو أنا جعدت أقعد أفكر فيها وعيد وزيد فيها تعمل لي جلد ذات وجلد الزات ده هيأثر على نفسي هيأثر على توطر هيأثر على جلري فاهميني يا خونا هي برضو ليها علاقة بالوعي الزاتي الجزئية دي خلاص مش عايز أدخل كتير وأدخل وأتعمق في حياة كتير قلنا تعرفي الوعي الزاتي قلنا إزاي أعمل الوعي الزاتي اكتب كاشكول معاك خليهم ذكراتك يا أخي الشخصية وكتب المواقف اللي المفروض سواء أنت تتصرفت فيها كويس أو معرفتش تتصرف فيها تمام وتاني يوم ألقى عليهم نظره وشوف كان المفروض تعمل إيه أو إيه الأفضل معرفتش ابحث على جوجل ابحث على اليوتيوب خلاص إيه دي الفكرة طيب فوائد السيلفا ويرنس هتفيدنا فيه هيجلل الاسترس والانجزايت استرس يعني توتر وانجزايت يعني الجلج واحنا دايما حتى كنت عملت فيديو الاختلاف ما بين التوتر والجلج والاكتئاب الحابب يعرف الاختلاف ما بينين الثلاثة يعني لأن فيه اختلاف كبير ما بينين الثلاثة التوتر دايما باختصار كده بيكون مسبب عندك امتحان فبتتوتر فاهميني القصة فهو التوتر مسبب القلق هو عبارة عن توتر مزمن يعني انت متوتر ثلاث شهور ست شهور متواصلة بتوصل لجلج الجلج باختصار برضو في منه ثلاث أنواع فيه جلج سلبي جلج سلبي يعني أنا باختصر بكلمة واحدة اللي هو التشاؤم جلج إيجابي جلج إيجابي إن أنا عايزش محلول أرعد أدور يمين وشمال وأدخل أبحث على جوجل على اليوتيوب على فيسبوك على نستا أشوف تجارب ناس ومع إن دي حياة إيجابية تبقى نفظهرها ولكن دي مصيبة ممكن تتحول للشخص من جلج إيجابي لجلج مرضي تمام يبقى الوعي الذاتي بيجلل التوتر بيجلل الجلج رقم اثنين بيجلل الاكتئاب والاكتئاب لو أنت عايز يعني يعني طاقة مفيش طاقة مفيش طاقة مفيش الباشر مفيش الانسوسيازم مفيش الحماس مفيش الدفعية للاستمرار أو قاعد بيبقى فيه حزن يبقى لو إحنا جينا قلنا اكتئاب يساوي جل الطاقة زيادة حزن جل الحماس كده باختصار يعني تحكم في الغضب سلف اويرنس هيفيدك جدا جدا ان انت هتحكم في الغضب بتاعك ليه بقى لان انت لما تيجي تحلل المواضيع وتعرف ان انت في الموقف ده في واحد استفزك فاغضبت لا انا المفروض ما اغضبش فحط السيناريوهات تانية الواحد تاني هيجي استفزني تاني انا هكون نتعامل معاه ببرود فبالتالي تتحكم في الغضب ودي انا شخصيا كنت بعملها على فكرة انتوا عارفين ان انا كنت شغال الدكتور سيدالي في السعودية وتقريبا يوميا كان بيعد علينا من 150 ل300 كستور في ناس مستفزة فكنت بكتب خدت فترة كده اكتب بردود افعالي مع الناس اه ده استفزني وانا ردت عليه لا المفروض ما كنت شغل عليه طب انا هتوقع سيناريوهات تانية فيدخل لان ان انا اتحكم في غضب جدا 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 موضوع التركيز وعدب النسيان كان في دراسة قرأتها كده يقول لك ان حتى ان انت تكتب تكتب المحظات عن نفسك وعن تصرفاتك ده بتنجل الاسترس هورمونز او انت لما انت تجي بتتوتر وتجلك زياد عن اللزوم المنطقة اللي من الخلف دي تمام فانت لما تجي تكتب هتنجل الفوكس بتاعت الدماغ من المنطقة الخلفية المسؤولة عن الجلج والتوتر المنطقة الامامية المسؤولة عن الكتابة والتفكير فده بيزود التركيز بيزود بيجلل النسيان بيجلل التشتت بيجلل التوهان فلذلك دايما الناس تجي تقول لي الفوكس بتاعت ده اكتبوا اكتبوا فعلا انا من الحاجات اللي فعلا نميتها وتعلمتها ان ايه حاجة في دماغي بيقعد اكتب اكتب ايه دي مديني كذا المفوط كانت عمل كذا في دماغي كذا فده بيزود الفوكس لدرجة مرعبة مرعبة فعلا فعلا خلاص ضمن الحياة التانية ان بيزود الحكمة والمول عز وجل بيقول في كتاب العزيز يؤتي الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد اتي خير كثير وسيدنا داود وقتل داود ويالوت وقاطاه الله الملك والحكمة هي حتة الحكمة دايما انا بدأ ربي ان هو يرزق الحكمة الحكمة فعلا لا تقدر بثمن يخاني نكت تلاقي واحد جني جدا جدا ولكن يفتقد للحكمة واحد مشهور جدا جدا لكن مفتقد للحكمة واحد عنده منصب وفوزيشن ولكن يفتقد للحكمة فالحكمة حية كبيرة وعشان كده حتى كنت الهدف الاساسي من سلسلة قواعد السطوة الوصول للحكمة في الاقوال والافعال والتعاملات مع الاشخاص المواقف وبالمناسبة سلسلة قواعد السطوة اخواننا انا تقريبا في الوقت اللي بسجل فيه الفيديو ده لم ولن اعمل سلسلة ممتعة مفيدة لأي حد لأي شخص مش لازم سنية قطبه ولا شخص عنده طرابات مزاجية او او ذهنية تمام لا لأي حد زي سلسلة قواعد السطوة السلسلة دي استفيدوا منها كواننا هتوصلكم للحكمة لو انت عايز تنجح في حياتك مع ولادك مع مراتك في تعاملاتك في بزنسك لو انت بتبحث على المنصب معين لو انت اي نوع من انواع الشخصيات الفا بيتا دلتا سيجما اوميجا جاما لو انت اي نوع من الابراج لو انت عايز توصل لأي حاجة اسمع سلسلة قواعد السطوة فعلا يا خلا اربع سلسلة عملتها على هالي سيار وقواعد الصدوة نجد نظر انه الشخصية تمام طيب انا كده خلصت الحابب يكمل احنا وسلم الحابب ينكملش يعني احنا كده قلنا الزبدة في موضوع السلف او الوعي الزاتي طيب لو انت عايز تعرف طرق اخرى هي صعبة على فكرة وصعبة انفيذها انا مهمنيش اللي اواجه وجالها موقتي وراجع اللي انت بتكتبه حاول تحسن منه بس عايز سيارف طرق اخرى لموضوع السلف او ارنس انا بعملها او بحاول ان انا اعملها او بحاول استمر عليها طيب في تقريبا سبعة او تمانية حقم واحد تحديدي وقت يومي للتنفس التفريري وتنفس التفريري او هنه اخذ النفس في خمسة احتفظ به في ثلاثة اطلعه في سبعة او او اعرفين انا بحاول ان اعمل ده حتى وجده انه ماشي في الشارع بعد الصلاة وانا بقول للا اذكر فهي يعني الموضوع سهل تقدر تعمله انت بتسوق بس حطه في دماغك يعني النفس التفرير ده بيحوش الجلج والتوتر الموجود في الدماغ من الخلف ويخليك تفوكس على الحتة الامامية الجوز الامامية من الدماغ وده بيجلل الهرمونات التوتر والسريس هرمونز واشهرهم والكورتزون والنور ادرنالين وكمان يجلل عملية الاكسادة وبيزود حتة الفوكس خلاص تنفس التفرير رقم اتنين الخروج بدون جوال وانا الحمد لله بعمل الموضوع ده من فترة كبيرة ان انت تطلع حتى لو فوقات الصلاة تنزل تصلي وترجع من جوال يعني حاولوا تعملوها انا عارف انها موضوع صعب ولكن مش مستحيل هرم تلاتة اليوجا انا بحاول اعمل اليوجا مش مستمرة عليها ولكن بحاول اعملها ضد الناس اللي بتقولك اليوجا دي من ضمن الشراء البوزير انا مالي انا اللي يقوله انا انما اعملوا بالنيات انا بعملها عشان اجلل السترس والتوتر ليش دعوة بجا دي عقيدة دينية بوزية عقيدة دينية مهلبية انا ماليش فيه الناس الناس اللي بتتزمد اخوان انا ضدها تماما تماما التأمل مع قراءة الاسكار انا كنت اتكلمت جملك في الموضوع ده ده رقم 4 اذكار انت وانت بتصلي الله اكبر الله اكبر مما اخاف واحظر الله اكبر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين التأمل ده بيعطيك حتة من السلفة وارنس رهيبة جدا جدا لما تجي تقول سبحانه ربي الاعلى الله اعلى من كل شي واقدر على كل شي ولا يعجزه شي في الارض ولا في السماء لما تقول سمع الله من حمد اللهم ربي لك الحمد كثير طيب مبارك كان فيه كما ينبغي لجلال واجهك وعظيم سلطاني كربي لك الحمد وحمد الله يحد شوف النعم شوف المراقف شوف الازمات اللي انت احددت بها في حياته وبدأ احمد ربنا عليها على فكرة دي بتزود بصورة رهيبة جدا جدا جلل جلج والتوتر بصورة رهيبة تمام ده رقم خمسة رقم مبدأ المقاومة في الاكل والشرب ومبدأ المقاومة في الاكل والشرب يعني انا مش عايز اقول لك ان هي بتزود بتزود حيات التحكم في شهواتك في اهواءك في اراءك فاهميني القصة يعني مهما جول في مبدأ المقاومة ان انت تقوم الحياة اللي بتحبها من المأكلات والمشروبات الحلال انا مش اقول لك خمرة لا شرعيا والليجن يعني نفسيا على فكرة الكحول حتى لو 8% بيدمر خلايا الدماغ بيدمر خلايا الكابد اي حياة ازيني مش هيجي نحيطها انت مسلم مسيحي يهودي ملحد بوزي انا مليش في الانتماء الديني ليا ان ديا هتقزي صحتي مش هعملها دي وجهت ناظري تقتنع بها ام تقتنعش بها انت حرب يعني دي انما مبدأ المقاومة اللي انا بقول عليها في الحياة الحلال يعني انا بعمل مبدأ المقاومة لان في شهر رمضان كل سنة لان احنا في شهر رمضان بنصوم فترة طويلة عن الاكل والشر من وقت الفجر ووقت المغرب ولكن بنكون بنشتهي الحلويات بصورة كبيرة وانا الحمدلله بحب كل انواع الحلويات كل انواع الفواكه فلكم انت تخيلوا ان انت بتشتهي الحياة دي وبتفتر عليها تجي تمنع نفسك منها فده بيزود حتة بصورة كبيرة جدا جدا في حيات ما عملتهاش ونفس اعملها زي الصوم عن الكلام وان شاء الله بإذن الله هعملها السنة دي اللي هو 2022 في العطلة السنوية اللي هو العطلة الرقمية اللي هتكون من يوم 20-11 ليوم 30-12 ان شاء الله كل الفيديوهات اللي هتنزع فيك على الفترة دي اخرنا هتكون من سجيلة جاب ليها كل المشاركات على الكوميونيتي على اليوتيوب هتكون جاب ليها السوشال ميديا التانية المسكنها اللي هيرد على الكومنتيات في الفترة دي هتكون هيكون فيعني هي دي الفكرة انا هبقون في عطلة تماما بسميها العطلة الرقمية ودي رقم تمانية اللي هو العطلة الرقمية او العزلة السنوية عن خاصة يعني انا ما بقول بعتزل عن الناس وعن الكوكب وبعيش في كهف وكلام ده كله صراحة صعبة تتعمل في الفترة الحالية لكن انا بعتزل بس عن السوشيال ميديا ومع الأقص في الاعتبار ان هي ساوت عملت عشان تكمل خلاص حبيت اشارككم في الفيديو ده انا بعمل ايه عشان اوصل لحطة ال لشان ناس كتير جدا بتقول انت حالة السنوية اخوانا مش حالة السنوية انا بعمل الحاجات هي صعبة ممكن تكون شبه مستحيلة لكن هي مش مستحيلة محتاج شوية عزيمة محتاج شوية همة ولكن الحاجات دي فعلا والله يعني اما سعادة مؤقتة اما سعادة دائمة انواع السعادة يعني ان شاء الله بعملكم فيديو عنها وانا دايما من الناس اللي ببحث عن السعادة الدائمة وعشان توصل للسعادة الدائمة لازم يكون عندك بكل حيث اياتك حتى الحياة السلبية عليك يعني لو انت مثلا احنا بشر يعني ممكن تلاقي واحد مثلا بيميل للنساء اكتر واحد عادة سرية واحد افلام اباحية واحد الشهرة واحد سلطة واحد منصب واحد فلوس فإن احنا كده هتلاقي الاهواء بتاعتنا مختلفة فلازم يكون عندك سلفة ويرنس انت بتحب ايه واللي انت بتحبه ده هل هو وسيلة ولا غاية وتبدأ تتحكم فيه مش هو يتحكم فيك فاهمين حتة سلفة ويرنس على فكرة يعني الوعي الذاتي ده لو جعلت اتكلم في سلاسل فيه مش هخلص خلاص اتمنى اكون وصلت لنهاية الفيديو معلش توحتكم فيه سلفة اويرنس اكتب يومك تاني يوم حلله تالي يوم حاول تحسن منه بس كده باي سلام عليكم